بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وكانك درسته بس تود مسلمي أتطوك قلنا أن هذه المسائل الأربع الدليل عليها سورة العصر بس دقنا مزدك بو تود مسلمان دليل أسر سورسي علم نتعلم أول برنش سي إلم يعني برنشري بس يقنمس إذا تعلمنا نعمل وإذا عملنا ندعو إلى هذا الذي تعلمناه نصب على العلم والعمل والدعم سنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب على أسئلة القبر وقلنا أن الصبر على تلافة أخسار صبر على طاعة الله حتى تؤدى وعلى معصية الله حتى تشتمر وعلى أقدار الله نعم هذا القسم الأول المشاعل الأربع من هذا المثل المبارك وقلنا قسم الثاني من هذا المثل المثل المثلrs ما هي المسألة الثلاثة؟ المسألة الأولى أننا أجد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفاد المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله المسألة الثالثة من الشرك وأهله كيف نتعامل مع الكفار مع اليهود مع النصارى مع غير المسلمين المسألة الثالثة من المشرك للمشرك 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 نعم أولا نعرف التوحيد برج دن بس توحيد من توحيد من همي كان لغني دات وتعليم لأنه قد يسألك سأل يقول هل أنت موحد؟ نسأل برسسور ش ممكن سن موحد موسان يعني توحيد كأمال قلام سن نقول نعم أنا موحد أقول ما هو التوحيد سن هاما موحد دايسا لكن أوسا دن توحيد يقاني ماذا بصورها يدو؟ تقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى يعني لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى شركة إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الرغوبية والألوهية والأسماع والصفاء سنو منغا جواب ديرب ديغن كي توحيد ديغن الله تعالى توحيد رغوبية يعني بروردقار لغتا هم شنلاق لا إبادتا هم الله تعالى ونن اسم سبات لادا بر يكي يقانا ببليب إتقاطقلش توحيد إذا المعنى هذا أن التوحيد أقسام ثلاثة أولا توحيد الرغوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال الثاني توحيد العبودية توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إش كنش سي توحيد العبودية هم شنلاق لا توحيد الألوهية مدهل له ببولسة الله تعالى إبادتا هكي يقانا ببليش نعم الثالث توحيد الأسماع والصفات ثالث سي توحيد الأسماع والصفات يعني الله تعالى أولا توحيد الأسماع والصفات نعم الثالث توحيد الأسماع والصفات إلا أن نثبت بأثبت الله لنفسي وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبت مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ماثرة الخلق نعم الثالث توحيد الأسماع والصفات نعم الثالث توحيد الأسماع والصفات أو جنة أو صالح أو ملك لا يمكن أن نعبد إلا الله سبحانه وتعالى نعم ما هو المسأل الثالث بالمثال الثالث المسلم يحب الأحب كامل والكافر يبغض في الله انقسم الناس في التعامل مع اليهود والنصار والكفار والعجوز إلى طرفين وواسط نعم أقسم والكفار يتعدى عليهم بالقتل والسبب والشتم والأخذ الأموال ولا أفينهم بالأطفال وقسم يشارك الكفار في عيادهم وإحتفالاتهم في التعصف حتى تظن أن هذا واحد منه من الكافرين نعم صلى الله عليه وسلم ومع هذا لا يشاركهم في عياد وحتفالات في الطقوس وفي نباسهم لكن مشو نسان قطركم الله كابرلان يدلرغة إبادتفرغة وكملرغة قطنشم يتعان المعام في البيع الشراب يدعوهم إلى الإسلام يتميز عنهم هذه المسائل الثلاثة إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبيع والأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة يدعوهم إلى البراء من الشرك والأهل أن نكون كالمشركين نعم ثم نمرأ بالقلب يعني تمرأ بالقلب أن تكون من المشركين بالإعتقاد أن نقوم بإعجابة من الشرك والأهل أن نكون كالمشركين يدعوهم إلى البراء من الشرك نعم. وفي الجوائح لا تخالط الكفاء في عياد وحتفالات وفي تقلصهم. نعم. نعم. نعم.